26 مترشحا يخضون الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين مسألة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوينها هيئة الانتخابات التونسية أعلنت إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية نتخلنا مرحلة جديدة اليوم نحن في مرحلة اتباعة الورقات لاقتراع نحن في مرحلة توزيع الحبر وتوزيع الصناديق على كامل مكاتبنا في الداخل والخارج نحن صدقنا على جميع القوانين نحن الآن سنراقب الحملة ووضعنا حوالي 1200 عون على الميدان بما فيهم 350 منسق محلي يعني حوالي 1550 شخص سيراقبون الحملة وانطلقت الحملة الانتخابية للمترشحين لمنصب الرئاسة التونسية في الخارج على ان تبدأ يوم الاثنين المقبل داخل البلاد مع دعوات لهيئة الانتخابات للمرشحين لالتزام بالضوابط الخاصة بالعملية الديمقراطية ثلاثة ضوابط لهذه الحملة لا للمال السياسي الفاسد لا للإشهار السياسي لا لنتائج سبر الأسل لسبر الآراء حتى يكون هناك توجيه للرأي العام وخاصة نريدها حملة تنبذ الكراهية تحترم حقوق الإنسان لا للعنف ضد المرأة لا للجهويات لا للقبلية ومن المرتقب أن يتوجه الملايين من التونسيين لصناديق الاقتراع يوم الخامس عشر من سبتمبر في ثاني انتخابات الرئاسية بعد ثورة الياسمين عام 2011 بعد إعلان هيئة الانتخابات المستقلة التونسية عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة تستعد القوى السياسية والشخصيات المستقلة لخوض غمار السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج الرئاسي ياسر دبابش الغد تونسا ترجمة نانسي قنقر